اتكلم هو اراخر على ظهيرة غياب الجمهير عن المدرجات المصرية وانا ودي اوجه رسالة بصلاح البلال كنت اتكلم مع البارهن اقول لها منظر الدوري المصري مش مغري مش مغري حتى ليك كمعلق ليه؟ حتة الجمهور دي لازم يبقى فيها نقاش ولازم يبقى فيها حلول ولا نكون نبحث عن اسهل الحلول بالمنع المنع ده قرار اعمله انا وياك لكن انك تجد حلول جذرية لدخول الجمهير المدرجات لان هذا شيء ما فيه نقاش دلوقتي لما اجي اصنف الدوري المصري ما تزعلوش مني مش هنزعل خالص ده كلام مفيد والبعض يعلمه المسؤول طبعا الدوري السعودي راح تبعيدة الدوري التونسي وضع افضل الدوري المغربي وضع افضل الدوري الاماراتي وضع افضل حتى الدوري قطري وضع افضل يعني دوري يمتلك كل عناصر الجودة الفنية لكن مش نتيجة نظام نتيجة ان خصائي الشعب بيحبوا كرة القدم وعنده قدر كبير من الموهبة والشغف واندية بتجتهد انها تصرف عشان وراها جماهيرية يعني صدقني الاندية الجامعيرية هي اللي مقومة كرة القدم في مصر طبعا طبعا لان هي لوراها جماهير بتخليك ما تنامش ايه عايز ترضيها اه فما تجيش تزود اعباقها نظرة محترمة للكرة مصرية ودهشة مشتركة هو ليه بيحصل كده ليه الجماهير قالك المنع ده سهل جدا نعمل له انا وانت تعاولك حاجة تنظيم واحد خبطته عربية في شارع امنع المرور فيه امرع المرور الصيارات فيه مش ممكن احط ده اعمل اشارات اعمل كباري اعمل خطوط اعمل زي الناس كلها بره ما تنزلش من على الرصيف إلا لما تاخد الضوء بتاع العبور المشآة الدنيا خلاص تزبط واللي ينزل يبقى غلطان ومالوش دية يعني لو انت مأمن عن نفسك وتتخبط بره الخطوط دي او في غير الاشارة اللي بتقولك عدي ما تاخدش التأمين بتاعك طب لو اتخبطت جوه لا ده انت انا كنت في في امريكا وقضية حكم فيها بأربعة مليار دولار عشان عيلة اتالة بتبيع عربية لعيوب في الصناعة قد كده بيحرسوا على قضية كانت شهيرة جدا لانه كانت حاجة خيالية ما حد يستخيل الحكم ده وانا من هنا مش بغلط لا ده هو كان كده وقالوا ان عيوب الصناعة دي يعني كان ممكن يهدد مئات الالاف من الارواح لان ده عيوب في الصناعة هي جد دي كشفت الموضوع فانا عايز اقول العدالة العدالة في النظام بتحقق الاتمئنان وتحقق الالتزام بالنظام طبعا ديني العدالة وحسبني صحية حسبني على سلوكي لكن الضغوط الكتيرة مش هتوصلها لحاجة وفي الاخر هنعدنا تساءل كيف يفقد المنتخب جمهوره كيف يفقد المنتخب جمهوره في الوقت اللي كان في قبضة ملوك الزمان بعد الفاصل مدخش على الاهلي